ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العادي وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة السادسة عشر لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي الذي عقد في مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي العلاقة الوثيقة بين التعليم العالي والتنمية وأهمية متابعة التحولات الاقتصادية والمعلوماتية وأثرها على التعليم ومخرجاته وربطها بسوق العمل الأمر الذي يتطلب المتابعة المستمرة لتحولات السوق ومستجداتها وضرورة تحقيق التوازن بين التوجهات والاحتياجات ما يجعل العمل التربوي متصفا بالحيوية والمرونة في متابعة هذه المستجدات على الساحتين الأكاديمية والاقتصادية وعرض الوزير في مؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي والذي عقد في مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة عرض جوانب من جهود مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين وأهم القرارات واللوائح التي أصدرها ومنها الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي والاستراتيجية الوطنية لتطوير البحث العلمي والعمل على استحداث برامج أكاديمية متطورة وتقييمها بشكل مستمر مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يشكل دعما لمسيرة التعليم العالي في الوطن العربي أن هذا المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزاراء التعليم العالي ناقش العديد من الأمور والتوجهات الخاصة بمجالات التعليم العالي والبحث العلمي والسبول الكفيلة بتطويرها نظرا لأهمية التعليم العالي على مستوى التنمية في مختلف الدول ولله الحمد فإن مملكة البحرين من خلال مجلس التعليم العالي قد اعتمد استراتيجية للتعليم العالي واستراتيجية للبحث العلمي استشار واستعان بعدد من الخبرات العالمية على هذا الصعيد وأثت هذه التوصيات اليوم في هذا المؤتمر تؤكد على ما تم اعتماده من سياسات قطع شوطا كبير فيها مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين وهناك الكثير من الأراء التي ترجمت إلى توصيات سنسعى أيضا للاستفادة منها لأن التعليم العالي يشكل دعامة أساسية للمسيرة التعليمية في بلدنا العزيز ويحظى باهتمام ودعم قيادتنا الحكيمة يحفظه الله ويرعاها وأعرب الوزير عن شكره للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو لإشادتها خلال اجتماع الخبراء بتقرير مملكة البحرين حول واقع التعليم العالي وعلاقته بسوق العمل وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا المجال كانت هناك العديد من التقرير المتميزة من بينها تقرير مملكة البحرين اللي استعرض مجموعة من الآليات التي اتبعتها المملكة في محاولة الربط بين مقرجات التعليم العالي في المملكة وبين مؤسسات العمل فيها بشكل علمي من خلال قواعد البيانات والمسوح ومن خلال التخطيط المتكامل بين القطاعين وكان المؤتمر ناقش وثيقة من إعداد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو عن التخطيط لعلاقة مؤسسات التعليم العالي العربي بأسواق العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 رؤية مستقبلية كما تمت مناقشة وثيقة أخرى من إعداد منظمة العمل العربية بعنوان تطوير علاقة أسواق العمل العربية بمؤسسات التعليم العالي والجامعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ترجمة نانسي قنقر